متابعي قناة انفو تيكفوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اروة سيمان وفيديو جديد النهاردة ان شاء الله على القناة وفيديو النهاردة حنتكلم فيه عن ازاي نقدر نحن نشغل ديب سيك لوكالي على الجهاز ودي نقطة بتهم ناس كتير لان دلوقتي ديب سيك التعامل معايا بقى صعبة من خلال الموقع وبعض الاحيان بتكون عايز تشتغل اوفلاين مش عايز تكون متوصل بالانترنت فده اللي حنعمله النهاردة مع بعض بطريقة سهلة وكمان من غير ما يكون عندك اي تكنيكال اكسبيريانس او اي خبرة تقنية عشان نعمل الموضوع ده اول حاجة لازم احنا ننزل LM ستوديو عندنا على الجهاز وانا كنت اتكلمتي من قبل على LM ستوديو بالتفصيل واحطي لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو لو حابب ان انت تتعرف عليه اكتر لكن نقدر نقول ان LM ستوديو بيساعدنا على تشغيل Large Language Model على الجهاز بتاعنا بمنتهى البساطة كل اللي عليك ان انت هتخش على الرابط الموجود في الوصفة اسفل الفيديو وحتبتدي تحمل LM ستوديو عندك على الجهاز وهنا عندك تقدر تحمله على ماك وتقدر تحمله على ويندوز وتقدر تحمله على لينكس معنا على حسب الوبراتينج سيستم او نظام التشغيل بتاعك يفضل ان انت يكون عندك على الجهاز على الاقل الرام بتاعتك تكون 16 جيجا بايت هنبتدي ان احنا نحمله على الويندوز هبتدي ادوس لسان دول نود LM ستوديو فور ويندوز وحيبتدي ان هو يتحمل على الجهاز بعد كده هبتدي تحمل عندك على الجهاز هتعمله ران زي وزي اي صوفت وير بتعمله ران بعد خلاص ما تعمله ران ويتثبت عندك على الجهاز بتبتدي تفتحه هروح هنا من السرش هكتب LM وهعمل Open هيفتح معايا LM ستوديو زي ما احنا شايفين بالمنظر ده وده اول حاجة هبتدي ان انا احمل اللارج لانجويتش موديل اللي انا هستخدمه من خلال LM ستوديو هبتدي اروح لديسكافر هدوس على ديسكافر وهنا هقدر ان انا اعمل سرش او بحث عن الموديلز On Hugging Face هنا هتبتدي تكتب Deep Seek ومجرد ما هتكتب ديسك هيظهر لك Deep Seek R1 Distal Quint 7B و Deep Seek R1 Distal Lama 8B وعندك Deep Seek Coder انا هركز مع الاتنين اللي فوق دول انا عايزة Deep Seek R1 لان ده الريزونينج موديل اللي انا عايزة اشغاله عندي على الجهاز البعض حيقول لي ايه ديستل احنا عارفين Deep Seek R1 بشكل بسيط نقول ان Deep Seek R1 هو عبارة عن اللارج لانجويتش موديل ده 671B فبالتالي هو كبير جدا صعب ان انت تنزله عندك على الجهاز وبالتالي Deep Seek R1 Distal جاية من ديستيليشن هو عبارة عن نسخة مخففة النسخة دي تقدر ان انت تنزلها عندك على الجهاز دوكالي وتستخدمها الكفاءة بتاعتها جيدة جدا انا جربتها كويسة فتقدر انك انت تنزلها وطبعا هنا عندك 7B ولما 8B على حسب النموذج اللي هم مدربين عليه او واغذين منه فهنا انا هقول Deep Seek R1 Distal يعني لما 8B هو اللي فضلت ان انا انزله عندي على الجهاز هبتدي ادوس عليه بالمنظر ده واول ما هدوس عليه دابل كليك بالمنظر ده هيبتدي يظهر عندك هنا هتبتدي تعمله Download Deep Seek R1 Distal لما 8B حج مؤدئي 4.68 جيجا بايت فلازم يكون عندك الحجم ده موجود عندك على الجهاز علشان ما تفاجئش ان هو مش هينزل معاك على الجهاز بعد كده بتبتدي تعمل Download وحرجع اقول لك الرام على اقل تكون 16 يعني جيجا بايت على الجهاز بتاعك بالبعض حيقول لي انا معرفش الجهاز بتاعي كام رام يعني انا معرفش الموضوع ده اعرفه ازاي بمنطقة البساطة هتعمل الاتي هتبتدي تدوس على Control Shift Skip من على الجهاز بتاعك هيتبتدي يظهر عندك الويندو اللي قدامك دلوقتي هتبص تلاقي ان انت عشان تعرف الرام بتاعك قد ايه تبتدي تروح لي Performance تضغط على Performance هتلاقي الميموري هنا لما هتدوس على الميموري هتقدر تعرف انت الميموري بتاعتك قد ايه فالك كام جيجا بايت ده بالنسبة للجزء الخاص بمعرفة الميموري بتاعتك كام جيجا بايت نرجع بقى مرة تانية خلاص انت هتبتدي ان انت تحمل الديب سيك بتاعك بعد ما هتحمله ننتقل الى المرحلة التانية هنا حيزن عندك التحميل في الجزء ده يعني لو دست عليه حيبان هنا تاني خطوة هعملها بعد عملية التحميل هي Select Model To Load هنا هبتدي ان انا اعمل Loading لي الموديل يعني هو خلاص اوكي اتحمل عندي انا عايز اعمله لود داخل LM Studio فبالتالي هبتدي ان انا ادوس عليه بالمنظر ده كده وابتدي او اعمل Load Model وحيبتدي الموديل بتاعي يتحمل زي ما احنا شايفين بعد ما اتحمل هتظهر معايا هذه الواجهة الخاصة بأي انترفيس خاص ب Large Language Model هبتدي اعمل Taste لي Deep Seek اول حاجة مثلا هقول له Write an assignment about top five success business in 2024 references او references included واحد enter هينها هتبصت تلاقيه بي thinking او بي فكر لانه ده النموذج الخاص بي reasoning زي بالظبط ما بتشتغل على Deep Seek على الweb site تقدر انت تفصل الانترنت تماما هيشتغل معاك لان انت بتنزله لوكالي عشان تشغله من غير انترنت وتشغله براحتك على الجهاز بداعك فانت افصل الانترنت عادي واشتغل هنا هيبتدي يديني top five successful businesses in 2024 وايه هي key strengths وايه هي challenges وايه هي impact وفي الاخر خالص هديك كمان المصادر اللي جاب منها هذه المعلومات تعال نشوف حاجة تانية ممكن هنا اقول له السؤال المعتاد how many are in strawberry وهنا يفضل ان انت تحطهم ما بين كده زي quotations between quotations بالمنظر ده كلمة strawberry هيبتدي thinking ويقسمها وفي الاخر حيقول لي ان العدد هو ثلاثة زي ما احنا شايفين ممكن اقول له خیئك اقودي 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 ممكن أخليها red circle in a dark space وعمل send هيبتدي يفكر وفي الآخر بيديني الكود زي ما انتم شايفين هبتدي أخذ الكود هروح على html onlineviewer.net ctrl v عشان أقرب الكود بتاعي هنعطوني 3D circle animation ممكن تقوله single circle وزي ما احنا شايفين يعني loops in the space dark space زي ما احنا شايفين ده التنفيذ بتاعها هنرجع مرة تانية نيجي بقى للجزئية اللي تهم ناس كتير وهي ان انا ارفع ملف وتعامل معي ممكن بمنطقة البساطة تروح هنا تعمل new chat علامة البلس تعمل new chat ويبقى عندك ال history بتاعك موجود زي ما بتتعامل مع اي واجهة large language model وهنا هبتدي من علامة ال attachment ابتدي ارفع الملف بتاعي هنا ده pdf فانا هبتدي ان انا اقوله ايه هنا هقوله give me a summary about the main points in this pdf او topic topic in this pdf وحبتدي اعمل send حيبتدي ان هو يقرأ الملف ويفكر وهنا بيديني citation الموجودة جوه الملف the assignment وهنا هبتدي يديني المين topic اللي بيتكلم عنه الملف بتاعي نفترض ان انت عندك ملف كبير وناسي اللي جوه او عايز تعرف اللي جوه ما عندكش وقت تقرأ الملف كله هنا مثلا ممكن تطلب summarization وتشاهد بقى مع ال pdf بتاعك وعندك edit message وعندك delete وعندك region rate تعمل region rate مرة تانية نفترض انت عايز تعمل clear لكل الكلام ده بتروح هنا لclear all وتبتدي تمسح المسجز ده نهائيا ده منتهى البساطة استخدام deep seek r1 عندك على الجهاز ومن خلال lm studio اي اكتملنا يكون فيديو النهاردة فاتكم زي ما قلتلك الموضوع سهل جدا من غير ما تحتاج اي خلفية تقنية اشوفك فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة info take for you فما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت ولكنتم بتشوفونا الاول مرة وعجبكم المحتوى اللي احنا بنقدمه او حسيت انه هو بيفتكم تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلت كل جديد دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته